باقي المجموعات يعني قلنا وممكن إضعافها في الملف الاقتصادي هل فيه اهتمام آخر من كتلة الحوار تجاه ملفات أخرى؟ ملف السياسي هو الملف الاقتصادي أنا ذكرت الحركة الأسماء ملف التعليم ذكرت الحركة الأسماء الملف السياسي أنا مسكوا معايا أساتذة الاقتصاد وكمان معايا يعني الناس الجيل الوسط اللي هو احنا بنقول إنه هو آل الأوان إنه تدي يتبوأ يعني يعني مقاعد المقدمة في العمل السياسي المصري بين الوسط اللي بقول أربعينة خمسينة يعني عندهم خبرات بقى لهم عشرين سنة أو تلاتين سنة فإحنا مقدمين رؤيا لقانون مباشرة ممكن تبقى مدارس جديدة إحنا كمان هنعمل مركز بحثي بحيث إن إحنا هنبقى جزء من مدارس السياسة في البلد إن شاء الله ده من ضمن برضو التطوير فملف السياسي أنا مسكوا إحنا قدمنا قانون مباشرة حقوق السياسية وقدمنا قانون الأحزاب واتنشر في الجرائد الحمد لله لقى حتى يعني استحسان لأنه مركز جدا فإحنا على كل الملفات متفاعلين ولسه هنتفاعل أكتر إحنا بقى بنسابق الزمن عمالين بنكون مجموعات وطبعا براخم قلة الإمكانيات لكن إن شاء الله هيبقى لنا يعني سي كويسة وتطور كويس في الحوار الكتلة داخل فيها زي ما فهمت من حضرتك مجموعة كبيرة وعجبني قوي مسألة أجيال مختلفة ومتفاوتة ومهم قوي إنه الشباب يبدأ بقى يعني يباني يقول أنا بزرط هل في أحزاب ممكن تدخل الكتلة ولا أنتو عاملين الكتلة معيدة عن الأحزاب لا إحنا منفتحين تحت مظلة الليبرالية والعدالة الاجتماعية إحنا مجموعة شعاركو إيه إحنا لبراليين الهواء إحنا شعارنا إن إحنا مجموعة بتقدم بدايل وحلول بشكل واضح ده دورنا إحنا بنقدم بدايل وحلول إحنا إحنا لبرال وعدالة اجتماعية تمام فأي حد هينضم على المظلة دي وإنه لما حاجة ما تأجبوش يقدر يقدم بديل وحلول هو بالتأكيد معنا وقبلنا يعني عندنا عضاء من الأحزاب بس يعني دخلين بصفتهم الخاصة الشخصية مش الحزبية لا مش الحزبية لكن اللي عايز من أي حزب يدخل ويعلن عن صفة الحزبية إحنا بنرحب هذه إحنا كيان جامع للجميع البلد لما قالت حوار وطني دعت الجميع إحنا كتلة الحوار اتكونت من رحم الحوار الوطني إحنا كمان مفتوحين للجميع إن الجميع يدخل ويضيف ويساهم وإحنا قلنا ده في الإعلان أنا أعلنت ده في جلسة التعليم ويعني تفضل عني عن دكتور دي رشوان واعتمد الكيان كيان رسمي في الحوار الوطني فإحنا سمتنا سمت الحوار إحنا ممفتحين على الجميع وبنتقبل جميع العراء والحقيقة أنا حقيقي بجد مش بقوله حريك كلام أنا مش لحي أرد على الناس اللي طلبة طلبات الانضمام وعملين اجتماع بكرة عشان بجد والله الكلام ده يسعدني جدا ويسعد أي حد بيسمعه على فكرة وعارف حريك من المحافظات كتير ومهتمين كتير وناس كتيرة في البلد عايزة تمد إيديها والله بس تلاقي السكة فإحنا المفروض إن إحنا نبقى جيها مساعدة تساعد الحوار ده في إنه تفتح يعني نقط أخرى مضيئة إن هي تنتقل للحوار لا وعجبني فكرة إن أنتوا الليبراليين يعني أعتقد أول تجمع يعلن ده بشكل واضح الناس بتخاف تقول إن إحنا الليبراليين أصلا أحيانا في ناس بتستخدمها فبتدي انطباع إنها كلمة سيئة السومة لا إحنا حضرتك الليبرالية المصرية وإحنا عايزين يعني نعتمد نفسنا يعني بلاش نقولي الوريس الوحيد لكن أحد الورثة للليبرالية المصرية الليبرالية المصرية كان أدقها عظيم جدا لغاية ثورة 52 كان عندنا أداء اقتصادي منفتح جدا بعد كده حصل بقى المد اللي هو اليساري أو الاشتراكي فوقدت شوية الليبرالية المصرية لكن هي لها مكونات إحنا عندنا عادات اجتماعية مش معنى إن إحنا الليبراليين إحنا سنتخلى عن عادتنا الاجتماعية وجودنا في مجتمع مجتمع مصري فليبراليتنا هي الليبرالية مصرية أصيلة من داخل المجتمع المصري من داخل عاداته وتقاليده منفتحين اقتصاديا بنتكلم على اقتصاد حرب عندناش مانع في بيع نتكلم في الحوكمة إحنا مشايفين إن الدولة كنت حناليش حضريتك كده اتجاهك وإيه في مسألة إنه الحق ودول بيبيع وقصول مصر لا مبسوطين جدا ده إحنا بنقولهم أنتوا تأخرتم لكن الحوكمة بتاعت البيع ده اللي بنتكلم فيها إنه يتم علماء يعني دلوقتي الحكومة منشغلة بالشركات اللي أعلنت عن بيحها وإنا مبسوط الحقيقة إنه ما بيتمش البيع بسرعة إنه دلوقتي فيه إجراءات شبه اللي إحنا بنتكلم عليها اللي هي إجراءات حوكمة البيع إن الشركات دي يتم ضبطها ويتم ضبط شكل البيع بتاعها والأسهم وكذا بحيث إن إحنا ما نفرطش مش معنى إن إحنا بيمبيع أصول عشان مش دور الدولة إن هي تدور بنفسها مشروعات إن إحنا بنفرط في الأصول لا تتباع بتمانها هي في الآخر الأصل موجود جوا مصر الأصل ده بيدر ربح بيدفع علي ضرائب الدرائب دي هتبقى موجودة جوا المجتمع المصري بيتفيد المجتمع المصري فيعني بالعكس إحنا شايفين الدولة مدريتور ومنظم وريجليتور يعني هي بتنظم وتعمل تشريعات وتضبط السوق وتضبط قليات ولكن مش دورها إن هي تفتح مصنع يعمل كبيات ده مش دور الدرائب آه لو في صناعة استراتيجية مهمة حاجة ضخمة ومهمة عشان البلد أسمنت مثلا حتى إيدها فيها حديد سماد مش عارف إيه في الطاقة هي فكرة الليبرال كتير ناس بتبقى دعيمة للفكرة على اعتبار إنه فكر متحضر بجانب إنه فكر اقتصادي يعني أقصد متجرد بقى هو بيفكر فيه اقتصاد ده يجيب فلوس ده ما يجيبش فلوس حكومة ملهاش دعوة بدأ لا القطاع الخاص لدعوة بدأ هو ده فين اللي بيسند الكلام ده على طول حجر الزاوية العدلة الاجتماعية إن اقتصادي السوق ده ما يجيش على الغلبان ما ياخدش من قوته ما يظلموش ينفع نعمل الدمج ده طبعا لا طبعا ده بالعكس ده لما الدولة يبقى فيها عوائد من البيع ومن الضرائب ومن تنشيط الاستثمار ما هي هتقدر تعمل عدلة اجتماعية حياة كريمة دي تتوسع بتعمل مشروعات أخرى أي ومبادرات أخرى لأن الدولة بقى فيها فلوس من الاستثمار لكن طول ما الدولة مقفولة ومشاريعها فيها مشاكل اللي بتديرها بنفسها هي المشاريع التجارية اللي الدولة بتديرها بنفسها يعني زي مثلا مصنع الحديد والسلب اللي هو قفل مفيش ولا مصنع قطع خاص في الحديد قفل لو حصل فيه مشكلة